هذه الغذيات هي ملوسة للجو بصرف النظر عن أنها هترفع على درجة حياة الكرة الأرضية أو لا يعني تكاسف سنق اكسيد الكربون في الجو ده له يعني تبعات خطيرة جدا هو طبعا ناتج من عوامل أخرى غير حرق الوقود الأحفاري زي مثلا أن مساحات الغابات اللي موجودة حاليا هي نصف مساحات الغابات اللي كانت موجودة من 150 ساعة نتيجة التخلص منها وتحولها لمساحات زراعية أو باستخدامها في البناء أو قصة الأخشاب الأرجار والغالب يعني طبعا أنت لما بتقضي على الغابة بتقضي على نظم بيئية متعيشة على هذه يعني الشجرة ده هي كمية نظم بيئية عيشة على يعني معتمدة عليها وبتقضي كده على استنوع البايلش يعني بدل ما الغابات كانت مصدر للأكسجين أصبحت مصدر لساني أكسيدي كربون بعدما كانت بالثمتصي ساني أكسيدي كربون تكسفت كميات ساني أكسيدي كربون نتيجة حرق الوقود الأحفاري نتيجة الغابات فبالتالي اختلت توازن ما بين الأكسجين وساني أكسيدي كربون اشتركوا في القناة